موسيقى موسيقى اهلا بكم من جديد موضوعنا الطبي اليوم مستوحى من أكلة كشري فطرنا عم بارح فريق صباح العربية هو عن بعض الاضطربات في المعدة فعند الانتهاء من تناول وجبة داسما يصاب الشخص بالامتلاء ويشعر بالتخمة التي تسبب له انزعاجا وأوجاعا بالبطن وقد يلجأ الشخص إلى محاولة التخفيف من هذا الشعور بتناول الشاي أو الفواكه أو حتى الشرب المياه الغزية ولكن هل هذا التصرف خاطئ أم أنه فعلا يزيل التخمة؟ طبعا الإجابة تنضم إلينا في الستوديو خصائية التغذية شروق المالكي صباح الخير يا أستاذ الشروق كثير مننا أو البعض يعني يتناول وجبة دسمة جدا ويا يقفلها بمشروب غازي ولا بشاي أخضر يعني على أساس أنه بيخف أو أهوى بس هذا الأمر ليش أنه فيه أخطاء وكوارث كذلك ممكن تحصل للشخص المتناول لهذه الأشياء؟ طبعا مشكلة التخمة هي مشكلة تعتبر من أحد الإضطرابات الوظيفية اللي بتصيب الجهاز الهضمي بكثرة يعني بتلاقي 60% من مشاكل الهضم هي التخمة تخمة نسبة كبيرة لأنه للأسف الأشخاص عندهم اتباع لعادات غذائية خاطئة عدم تنظيم لمواعيد أكلهم للكميات اللي باكلوها حتى سرعة الأكل للأسف الأشخاص ما بلتزموا أنه يتم الهضم ببطء وبالتالي نعرف إحنا أنه الدماغ بده 20 دقيقة لحد ما توصل الإشارات العصبية اللي تحكي لنا أنه خلص صار الشبع أو صارت الكفاية 20 دقيقة 20 دقيقة تقريباً فبالتالي لحد ما توصل سينا أنا شغالي 20 دقيقة صحيح قبل ما يحس الإنسان بأنه شبع فبالتالي بيضلها 20 دقيقة هاي يأكل ويدخل للأكل بدون وعي وبالتالي بيصير عنا انتفاق بيصير عنا عصر هضم تلبكات معاوية بتصير مشاكل كتير يمكن أكتر شيء من لاحظها هاي بتصير برمضان يعني هلأ رمضان على بواب فهي التخمة دائماً بتصيب الإنسان في رمضان يعني بس عشان نلخص الأسباب اللي هي السرعة في الأكل يعني عادات الغذائية الخاطئة اللي بتصير عدم تنظيم للوجبات وموعيد الأكل كمان ممكن يكون الإترابات النفسية الاكتئاب الاسترس الضغط كمان نحن نتعكس سلباً على الواحد يصير مثلاً نفسيته مضايق أو في عنده ضغط فبتأدي لتناول الطعام بكثرة صحيح طب هو يعني فعليين ايش اللي بيصير في المعدة يعني لما نتكلم عن هل في فرق مثلاً بين التخمة والتلبك المعوي أو عصر الهضم ولا كلها تحت نفس هي تقريباً كلها مترابطة وحتى ممكن يكون ناتج عنها كمان الحموضة الغازات كل الإترابات الهضمية بتكون لاحقة لمشكلة التخمة وعصر الهضم والتلبك المعوي اللي بيصير طبعاً انه المعدة عندها كمية من الأنزيمات هاي الكمية طبعاً ممكن ما تلحق على هضم كل الغذاء أو الكميات الكبيرة اللي بيتم إدخالها يعني إدخال كميات كبيرة جداً من الطعام بدون نظام بدون مواعيد بدون بطء في عملية الأكل هذا الموضوع أكيد رح يأثر على انه وظيفة المعدة الأساسية أو الهضم والأنزيمات اللي بيتم إفرازها يصير فيها مشاكل فبالتالي من هون تنتج عنها طيب احنا قلنا انه في مضار للتناول حتى الشاي الأخضر أو الشاي بشكل عام بعد الأكل طيب إيش أفضل وسيلة أنه ممكن الواحد يخفف التخمة بعد الأكل خصوصاً لما تكون وجبة دسمة طبعاً المي المي أهم شيء ممكن أنصح فيه أنه الأشخاص يتناولوا بعد الأكل أو أثناء الأكل اللي بده ينحف حاله من أنه نحكي له قبل الأكل لأنه المي بتلين الأكل بتساعد فيه طبعاً جفاف الفم الوقاية منه من خلال شرب المي هذا الشيء بيزيد أو بيحفز إفرازات اللعب وبالتالي أكيد بيشجع عملية الهضم بيخفف شوي من مشاكل عسر الهضم لكن النصيحة اللي بتنصحها الدراسات والبحوث أنه الأفضل تناول المي بعد عشرين دقيقة من تناول الوجبة بالفعل وفيه دراسات حتى بتحذر من تناول أو شرب الماء خلال الوجبة أو فوراً بعد انتهاء يعني ممكن يا قبل بربع ساعة يا بعد بربع ساعة بس إيش كمان مثلاً إحنا اليوم وعدين مشاهدين أنه فيه وكنا نتمنى تكوني معانا مبارح لأنه يعني في عنا حالات من الإغماء وعصر الهضم إيش هي الممارسات يعني خلص رحنا عزيمة أصابتنا الطخمة استعجلنا في الأكل إيش هي الأشياء اللي ممكن نشربها أو ممارسات ممكن نعملها لتخفيف الطخمة بشكل سريع طبعاً الزنجبيل يعني الزنجبيل يمكن أشهر وأفضل المشروبات اللي ممكن أن ننصح فيها ما بعد وجبادسنا لأنه الزنجبيل مغلي مغلي هو الأفضل أنه يكون مغلي بما يسخنى لأنه الزنجبيل بالفعل ممكن يعزز إفراز الأنزيمات الهاضمة في الجسم يعزز عبلية وحركة العضلات اللي بتنقبض لهضم الطعام سواء بالمعدة أو بالأمعاء بالتالي الزنجبيل هو أفضل وصفة أنه يتم تناوله بعد وجبادسنا كمان ممكن نحكي شوي الشاي بالليمون لكن مش فوراً أو الأخضر أنا بفضل الشاي الأخضر طبعاً لأنه غني بمضادات الأكسة ده هم هناك حضر وطيب من الشاي الأخضر طبعاً أكيد في لهم أضرار حتى الشاي الأحمر الأخضر الأسود نتيجة لاحتوائهم على الكافيين نتيجة لاحتوائهم على مواد ممكن تؤدي بالضبط تكسير الحديد وسوء امتصاص الكالسيوم وهاي الأمور فعشان هيك تناولوا ولكن بعد نصف ساعة ساعة من تناول الوجبة السلفة للزنجبيل هذه ممتازة جداً الزنجبيل جداً ممتاز ولو وضف نار وليمون كمان فيه كمان شيء غير الزنجبيل الليمون والنعنع أنا كمان ممكن هنا أحكي الليمون والنعنع مضادات للالتهاب مضادات أكسدة بعزز يحرق كمان الدهون يحرق الدهون طبعاً أكيد فهيك ويحافظ على القيمة الغذائية للأكل اللي أنت تناول وبعزز امتصاص في حال أنك أكلت شيء لحقيمة غذائية خصوصي فيتامين سي لما نضيفه إحنا منعرف بعزز امتصاص الحديد فبالتالي ممكن كمان من أفضل سريعاً لي الشغلتين إذا ممكن تشرحين أنت ذكرت الشاي متى يشرب يعني الشرب مباشرة بعد الوجبة هذا خطأ خطأ طبعاً يفضل يكون على قليل ساعة بعد الوجبات المياه الفوارة لأنه فيه ناس بتنصح فيه ناس حتى خبراء تغذية يعني المياه الفوارة بشكل عام يحذرون صحيح يعني الأرض نصحنا أنه لا يفضل العدم تناولها مع الغذاء النفس لأنه الغازات اللي فيها ممكن بعد الأكل لكن يعني هيك شو استفدنا بالنسبة لعملية الهضم لا بعد الأكل بساعة أنا بحكي مش بحكي على طول بعد الأكل لأنه هي كلها غازات أصلاً فمشكلة عصر الهضم يعني مشكلة مرتبطة بموضوع النفس والغذات وامتلاء المعيدة فاكهة مش هيش اللي ممكن ننصح فيه حتى الفواكه يعني معروفة هي غنية بالألياف الألياف ممكن من الأمور اللي بننصح فيها لكن تناول الفواكه الغنية بالسكر وبالألياف خلال الوجبة عادة نادرة ما بتناولوها قبلها مش كتير بننصح فيها بعديها بفترة وعادة ينصح أنه تتاخذ كوجبة خفيفة يعني نستفيد من الفيتامينز اللي فيها ممتاز نود أن نشكر طبعاً أخصائية التأخذية الشروق المالكي اليوم حدثتنا وعطتنا النصائح عن التخلص من التخمى في أسرع وقت شكراً جزيلاً اللي عفو شكراً لكي اشتركوا في القناة